لم يستطع يعني الإيجاد سيولة المالية للذهاب لمدينة أغادير حسب المسؤولين مسؤولي فريق الرجاء وعيننا ذلك عن قرب فالرجاء يعني يوجد في فندق من أفخم الفنادق بمدينة أغادير والسيولة المالية لا تشكل عائق للفريق عند اللعب اللمطي اللمطي افتجار حفظي هذه محاولة لفريق الرجاء ما كانش خطأ فبسولة في يد الحاري السفاد دوحمدي اللمطي هذا هو من إنتاج مدرسة ندير رجاء الرياضي البيضوي لعب للعديد من الاندي الاتحاد البيضوي لحسنية أغادير لأولمبيك أسفي وحتى الرحال بعد ذلك بفريق الرجاء بفريق الأصلي دي لعبة دي محاولة لفائدة فريق حسنية أغادير اللي كي يبحث عن المنفذ بلوغ الهدف محاولة ضائعة لفريق حسنية أغادير بالفعل هذا الواصلي ومرير للعب الكاروشي تمريرا خطيرا وفهد لحمدي في المكان المناسب كرة القدمية الإمدادات الجانبية خصوصا عند صعود الأظهرة وهذا التحول من الدفاع الهجوم هو ما يخدم أي ناج في كرة القدم كرة للأمام بالنسبة لفريق حسنية أغادير ضربة خطأ للرجاء على مستوى وسط الميدان اللعب الهشمي هذه محاولة الفائدة فريق الرجاء يعني بقليل من الحظ كان بإمكان فريق الرجاء تسجيل الهدف الأول عن طريق محمود بن حليب لكن الحارس فهد لحمدي كان في المكان المناسب وأبطل مفعول هذه المحاولة محمود بن حليب محمود بن حليب لفائدة فريق الرجاء ورجاء قريب من تسجيل الهدف لكن الحارس فهد لحمدي ودفاع فريق حسنية أغادير في المكان المناسب هذا اللعب يمشف تجربة مع إحدى الأندية على أن يعود لفريق الرجاء أو لفريق حسنية أغادير أو لفريق الوداد في محاولة أخرى هذا اللعب اللي كما قلت هو من أحسن اللعبين على مستوى مدرسة نادي الوداد لتحق بفريق الوداد على مستوى الفتيان وبعد ذلك أن كل ما قد سبب مشاكل بالنسبة للأندية الوطنية وبالنسبة للجمهور المغربية نحن نتمنى أن الجماهير تعود المدرجات وأن الأمور تمشي في التجاه الصحيح وأن كل واحد يفهم الرساديع أوك من الجهة اليوم يقود حملة للحسنية تمريرة ذكية أنا سيزنيتي في المكان المناسب كانت تمريرة ذكية من باديع أوك لألسيني فهو كيب الطعب العملية على أساس يطلعوا الأصدقاء ذي محاولة بواستة محمود بن حليب بعيدة عن مرمى الحارس فهد الأحمد ونرجع لك للإيقاع ففريق زمالي لعب الحافيدي من الجهة اليسرى الحافيدي الحافيدي من الجهة اليسرى يمرر للعب الكاروشي خطير الفائدة فريق الرجاء الحافيدي الحافيدي وهدف أول لفائدات فريق الرجاء هدف أول لفائدات فريق الرجاء في الوقت لدفاع الحسنية كان متكتل بشكل كبير لكن الحافيدي لهدوى الواقع يمكن تنتظروا في أي لحظة من اللقاءات بش يعتك لا ديفرانس يعتك الفارق هذا هو اللاعب اللي يمكن يبازع ليه المدرب محمد فقير لمن خلال حديث مع محمد فقير عن الحافيدي قال على أنه اللاعب اللي يمكن يغير لك المباراة في أي وقت العطاء ديالو لم يمشيش بالتجاه اللي كينتظروا الجمهور لكن في وقت من الأوقات غير مجرى المقابلة وستجل الهدف الأول لفائدة فريق الرجاء والعمل كان لمحمود بن حليب هذا الشاب اللي من إنتاج مدرسة الرجاء يعني يطرق أبواب النجوم يبيق هو محمود بن حليب وحافيدي فهو كنت تعدم اللاعبين وفورتينيست في البطولة فهو لغا براحضات في المقابلة ولكن كان حاضر بالتركيز ديالو في نهاية شوط الأول ولكن كيف قاطع دفاع فريق الحسنية ربما أنه لا يجيد إبعاد القرى من داخل المنطقة فللمرة الرابعة عن التولي عانى نفس شيء ولكن المرة الرابعة استطاع فريق الرجاء ليسجل فيها بدون حملة منظمة بدون حملة سريعة ولا مرتدة جاءت القرى من داخل المربع بأخطاء دفاعها والبناء ديالعملية كان من الحافيدي حافيدي اللي مررها الكاروشيب دكاء كبير فإذا تفارق الرجاء عند اللاعب اليميق اليميق للعب الواصلي هذه محاولة مضادة لفريق الرجاء محاولة مضادة بواسطة الواصلي يرسل كرة افتجاه الحافيدي وربما حان الوقت لتغيير لمشي تغيير اللاعب عصام الرقي من سينفذ هو الكاروشي سينفذ درب الخطأ لفائدة فريق الرجاء الكاروشي كان فاد خطيرة مرت محدية لمرمى فاد لحمد جولة اولى عرفت ايقاع مقبولة ربعه ربعه جوج للحسنية ربعه خمسة واحد للرجاء الحسنية مرست الضغط العالي والمستمر استنزفت منطقة البدنية ديالو الرجاء وصلت لمنطقة التالية بالحملة المرتدة والسريعة لابون ترانزيسيون كانت في المقابلة ولكن غاب عندها الطايمينغ هدف الرجاء قد يغير من ملامح المقابلة ومن استراتيجيتها الكاروشي والحكم يرسل الفريقين الى مستودع الملابس بتفوق فريق الرجاء في الجولة الاولى بهدف لسفر هدف الفاخر هذه كانت محاولة لفائدة فريق الرجاء والكورة بسهولة في يد الحارس فهد الأحمد ولا لحتي بأنه أربعة مهاجبين ما بقوش لأوك ولا اللاعب بوترجين ما بقوش يعاونوا الوسط وفي إشارة بأنه بغاية لعب المدرب ديال حسين سقدير الكل للكل في الجولة التالية جلال الدودي للعب كامرافودي كتضيع لسوفيان طلال كتمشي لسعد لمطي سعد لمطي دكية دكية للأمام عند اللاعب الواصلي الواصلي كيسجل كيسجل هدف الثاني لفعيدة فريق الرجاء لأنه كان بناء هجومي دكي من وقلت حداري من وراء الظهر ديال فريق حسين سقدير الاعتماد على الحملة السريعة والمرتد كما قلت في التحرير ما بين شوطين هو اللي غادي يكون فريق الرجاء استراتيجية ديال فريق الحسينية تغيرت باستعمال أكبر عدد ممكن من اللاعبين في الأمام لأكون ولا أكون غادي يصبح لا أكون في هذا المقابعة وكان بناء هجومي ليعطينا المخرج منذ الانطلاق الكرة كان بناء هجومي مدروس لفريق الرجاء سعد لمطب يعني بدكاء كبير يمرر للواصل اللي يعني وتسعة أهداف في أربع مقابلات شيء إيجابي حصيلة إيجابية لأبناء المدر حصيلة إيجابية تسعة أهداف أربع مماريات من المدربين من المدربين اللي كيشتغلوا كتير داخل رقعة الميدان من المدربين اللي كيشتغلوا كتير خارج رقعة الميدان كيتفرج على أربعة مقابلات لاحظوا أن التدخل لأنا سزنتي واضحة ضرب الجزاء ولكن ليفير بلاي غاب في هذا اللقطاع لكن ضرب الجزاء واضحة من فير بلاي قبل من هذا اللقطاع فما كانش حاضر في هذا اللقطاع جلال الدودي هو من سينفذ ضرب الجزاء لفائدة فريق حسنية أغادير جوجل صفر حتى الآن هل جلال الدودي سيقلس الفريق جلال الدودي في مواجهة الحارس أنس أجليتي جلال من التمرس على تنفيذ ضربات الجزاء بالنسبة لفريق حسنية أغادير هل ينفذ والحكم السيد الدكير الداد يطلب من عناصر الفريق يعطى الفرصة للفروش خارج معترك العمليات يعطى الفرصة للجلال الدودي من أجل تنفيذ ضربة الجزاء جلال الدودي سيقل جلال الدودي بطريقة دكية ينفذ بطريقة جميلة ودكية ينفذ ضربة الجزاء وكي يشجل الهدف الأول لفائدة فريق حسنية أغادير الهدف سيخلي الحسنية على أنها ندافع كثير وعطي معنوية أخرى وشحنا أخرى لفريق حسنية أغادير بعناصر دياله التي تستحق أكثر من هذه النتيجة وربما سيكون دافع معنوية الهدف لفائدة فريق حسنية أغادير من أجل تعديل النتيجة على الأقل لأن هناك نقص عدد لفريق الرجاء والكورة تضيع لفريق الرجاء تتشير وسط الميدان عند عناصر الحسنية يحيى جبران للجهة اليسرى للعب البركوي كما قلت لك البركوي من العناصر اللي تجيب الجديد دائما للفريق الحسنية ربما أنه المكان دياله أحسن بكثير من الصيني فالصيني رجل تمرير للجهة اليمنى لجلل الدودي وهدف تعادل هدف تعادل لفريق حسنية أغادير البركوي يسجل هدف تعادل أنا كيف قلتها الحسنية يبحث عن الهدف في هذه اللحظات وتمكن من تشجيل هدف تعادل في هذه اللحظة وبركوي أكد الاستحقاق في الدخول الرسمي وبركوي يسجل هدف ثالث في هذا المسيب بعد تشجيل الهدف ضد الهدف وهدفي اليوم فكيوصل صقف ديال ثلاث أهداف اللاعب البركوي ورجاء تأثر كثيرا بطرد اللاعب سعد اللمضي لاحظ كيف أن التمرير كانت محكمة والبركوي في المكان المناسب يسجل هدف تعادل سنتابع مجهودات الحسنية للبحث عن هدف الفوز أمام نقص عدد لفريق الرجاء وكذلك مجهودات الرجاء لإعادة التفوق لياميق لبانون الجال يسرى عند لعب الكاروشي الكاروشي يمرر للواسلي الواسلي الواسلي يحتفظ بالكرة تجاه اللعب المابيدي المابيدي للحافيدي الحافيدي للعب الهاشمي محاولة الفائدة فريق الرجاء وتدخل اللاعبين جي غير وورقة حمراء للعبين دوال قرار صائب لأن كان تدخل خارج عن نطاق الروح الريادية بين اليميق وبين اعتقل اللعب اوبي الله الحكم كان القرار دياله سليم لأن لو اوبي لا كان ش رد يعني بعنف كانت الامور غيكون الورقة حمراء فقط عند اللاعب اليميق لكن رد فعل ديال اوبي اللا هو اللي خلاه يتلقى الورقة الحمراء كذلك جوج اللاعبين اللي يتردوا من فريق الرجاء في هداء المباراة يكونوا غيبين عن اللقاء القدم امام فريق اولمبي كأسفي هذا اللاعب مهدي اوبي اللي يغادر المباراة اخر فرصة يعني وصلنا لدقيقة 96 اخر فرصة لفريق الرجاء كذلك يعني اعصاب توطرات في جانب اخر من الملعب شهدنا مبارا قيا طيلة الاشواط طيلة دقائق حتى الدقيقة الاخيرة من الوقت المحتز ببدل ضائع يعني اعصاب توطرات جانب الديني يخدم اكتر في ضربة الخطاء لفريق الرجاء والحكم يعلن عن نهاية المباراة بنجة التعادل جوج بين الرجاء وحسنية اقادير هنا بمدينة اقادير زعاد المنصف